بهدف رسم البسمة على وجوههم وزرع الأمل لمستقبل أفضل ودعم ما لديهم منطقات إبداعية بدأت شعبة التلاسيمية في مشفى الشهيد قيس أحمد حبيب الوطني بالسلامية بمبادرة لدعم أطفال التلاسيمية بالتعاون مع نشاط خيري بتدوير تواليف البيئة لتحويلها إلى أشياء يتم الاستفادة منها هذه الفعالية بدأت منذ فترة مع الآن سيريم سقر من توالف البيئة طبعاً وأثناء نقل الدم للأطفال التلاسيمية طبعاً ما في شيء بعيق مريضة تلاسيمية عن متابعة مستقبله ولأمل المستقبل ومكان بها الحياة هذه الفعالية بلشت كفكرة وليدة اللحظة أنه ندعم قسم التلاسيمية بين المشفى الوطني ونفتح عيون الأطفال على أشغال يدوية ممكن هنا أن يعملوا بالبيت وهم نقاعدين أو بالمشفى نمارسها وبمواد كتير بسيطة موجودة بالبيت أو من شغلات ممكن نحن نرميها فأنا حبيت فتح عيونهم على هذا الشيء ونبلش مشروعنا الجديد وندعمهم وندعم حالنا معهم يقام هذا النشاط أثناء نقل الدم للمرضى نحن نعطي دعم لكل الطفولة بأعمار صغيرة وسيتكلل قريبا بإقامة معرض لأعمالهم بتاريخ الثامن من أيار والذي يصادف اليوم العالمي لمرض التلاسيمية هذا الأعمال اللي عم نقدمها هي كتير كتير حلوة وعم تعطينا أمل وعم تخلينا أن نقدر نعيش ونتغلب نحن على المرض كله الأمل بالتفاؤل وأنه كتير رائع بيعطونه فينا قسم كتير رائع والشكر له راني عجمية ورابعة والكادر الطبي كل هذا بسيطة كتير بالشغلات اللي عمنا ملا ولا شيء يوقفنا عن إرادة الحياة يأمل أطفال والشباب التلاسيمية بتأمين فرص عمل لهم في المستقبل والجدير بالذكر أن مرض التلاسيمية هو فقر الدم البحر الأبيض ويوجد في مدينة السلامية وريفها حوالي 85 مريض مع العلم أن رئيس الشعبة يعاني أيضا من نفس المرض ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر